بسم الله رب الأرباب مسبب الأسباب الذي علم فسطر وعصي فغفر سبحانك يا ربنا أنت القائم على كل نفس وما كسبت وأنت العالم بكل جارحة ومجترحة وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا الهادي إلى صراط ربه المستقيم صاحب الخلق الكريم اللهم نوامي صلواتك وكريم نفحاتك وأعطياتك على صاحب الطلعة البهية على صاحب الوجه الأقمر والجبين الأزهر سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فإننا أمرنا أن نكون متبعين لمنهج سيد المرسلين وأن ما أمرنا به رسولنا علينا أن نأتمر به وما نهانا عنه علينا أن ننتهي عنه وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فأنتهي وخير الناس من عباد الله من اتخذ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدنه ومسلكه ونهجه وسبيله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن المحبة الربانية لا تتحقق إلا باتباعنا لخير من يتبع لسيدنا رسول الله هذا القول يتردد كثيرا على ألسنة الناس وهم ينسبونه إلى رسول الله خطأ اتبعوا ولا تبتدعوا هذا ليس من قول رسول الله إنما هو من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا هذا القول دعوة صادقة إلى التمسك بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما ترك أمرا من أمور حياتنا إلا وعلمنا فيه علوما ووضح لنا إضاحات فنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته قدوة وفي مأكله قدوة وفي مشربه قدوة وفي مشيته قدوة وفي منامه قدوة وفي مجلسه قدوة كله صلى الله عليه وسلم جاء أسوة لنا وقدوة لأمته وعلى هذا ينبغي أن لا نحيد عن هذا المسلك بل علينا أن نسير في مسار بالهداية متبعين منهجه صلى الله عليه وسلم فهو القائل فيما أخرج مسلم في صحيحه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى طاعة رسول الله فيما بلغ عن ربه وفيما أداه عن بارئه وخالقه وقد شهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة لما خاطبه ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم فما جاءه من بارئه وخالقه من خلال كتاب الله بلغه إلينا وعلمنا إياه وتركه نورا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك ولا حيرة أبدا ثم استجد صلى الله عليه وآله وسلم من التشريعات والأحكام ما لم يأتي به القرآن فلقد ثبت أن السنة جاءت بتشريعات لم يأتي بها القرآن وما دلالة ذلك إلا لأن الذي يتلقاه رسول الله من خلال سنته إنما هو بوحي إن هو إلا وحي يوحى فرسول الله معصوم في قوله معصوم في كل أمره حتى أنه ثبت ثبتت عصمته قبل أن يبعث فما سجد لصنم وما عرف غير الصدق والأمانة واشتهر بين الناس في مكة بالصادق الأمين إذا كان هذا القول اتبعوا ولا تبتدعوا ليس من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه فما هو المقابل فلقد روى جابر بن عبد الله فيما أخرج مسلم في صحيحه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة المحدثة بالتأنيس مع أن الفعل أحدثة كان من المفروض أن يقال حدث وليس محدثة أو محدث فلماذا أنست إن التأنيس هنا يدل على خصوصية ما يحدث حتى نستبين هذه القضية التي أدخلت على عقول كثير من الناس فظنوا أن كل أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بدعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل كل المبيحات فما تركه لا يعد بضعة وما استجدى على الأمة من مستجدات وأمور محدثة لا تخل بمنهج الدين ولا بجوهره ولا تغير منه فهي ليست من البدع السيئة وعلى هذا قسم الإمام النووي رحمة الله عليه البدعة إلى بدعتين إلى بدعة حسنة واستدل في ذلك بقول الفاروق عمر فيما جاء في صحيح البخاري لما قيل له لما أمر المسلمين أن يصلوا صلاة التراويح جماعة قالوا له إنها بدعة قال نعمة البدعة هذه فاستدلوا على أن هذه بدعة حسنة ودليلنا في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في حديث آخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالأمور المستحدثة كاستخدامنا لمكبر الصوت حتى نسمع الناس هذا لم يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بدعة حسنة كاستخدامنا الطائرة في آداء مناسك الحج والعمرة هذا لم يستخدمه رسول الله فهو بدعة حسنة الأمور التي استجدت على الإسلام الآن هي بدع ومستحدثات لكنها من البدع الحسنة فلا يقال إن كل بدعة ضلالة يقصد به عموم كل إنما قال العلماء إن كل هنا من العموم المخصوص من العموم المخصوص أن يقصد به ما يغير جوهر الدين ومنهجه إذا أمرت الناس أن يصل الظهر ثلاث ركعات نقول لك إن هذه بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار إذا أمرت الناس أن يصل الظهر خمس ركعات نقول لك إن هذا من البدع والضلالات وكل ضلالة في النار لكن أن نستخدم وسيلة تجعل الناس في كل مكان يؤمنوا بديننا لا يقال على هذا إنه من البدع السيئة وعلى هذا حينما ندبنا نبينا فيما صح عنه عن المقدام بن عمر رضي الله عنه أن حبيبنا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز حينما يندبنا رسول الله إلى ذلك ليعلمنا أن ما يستحدث على أيدي خلفائه أمرنا أن نتبعه ولذلك قام سيدنا أبو بكر بجمع القرآن في مصحف واحد وهذا عمل لم يفعله رسول الله فلم يقل له أحد من الصحابة إنك ابتدعت أمرا لم يفعله رسول الله وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم جاء الفاروق عمر فجمع الناس كما قلنا على صلاة التراويح فلم يقل له أحد من كبار الصحابة إنك استحدثت أمرا لم يفعله رسول الله وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وجاء سيدنا عثمان فجعل آذانين للجمعة لكسرة الناس حتى يصل الآذان إلى الناس في الأسواق وفي غيرها فلم يقل له أحد من الصحابة إنك أحدثت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه أمور أحدست ونحن نرى الآن جهارا نهارا ختم القرآن في البيت الحرام في ليلة السابع والعشرين من رمضان نسأل هؤلاء الذين بدعوا الدنيا وجعلوا كل واحد لا يسير على ظاهر النص مبتدعا نقول لهم هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحابهم أو أن التابعين جمعوا الناس على ختم القرآن في صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان لم يسبت ثم إنهم يقومون بدعاء طويل في ليلة ختم القرآن هل ثبت أن هذا الدعاء كان يؤديه رسول الله أو أصحابه أو التابعون من بعده أو الصالحون من سلف الأمة لم يثبت فلماذا لا نبدع هؤلاء ونبدع من يستن في منهج الإسلام أمورا لا تخل ولا تضيف أشياء على منهج الشريعة الباقي إن الله كما حفظ كتابه حفظ سنة حبيبه فالذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سنة إنما كان مبينا لكتاب الله والكتاب هو المبين حفظ الله المبين وحفظ الله المبين حفظ الكتاب وحفظ سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن أحد الصحابة وهو سيدنا معاذ كان المسلمون إذا وقفوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما فات أحدهم ركعة أو ركعتين وأراد أن يدخل أشير إليه أي قال المصلون له لقد فاتت كركعة فاتت كركعتان فكان المسلم قبل أن يدخل في الصلاة يصلي هذه الركعة أو هاتين الركعتين ثم يدخل في الصلاة حتى جاء سيدنا معاذ وهذا الخبر أخرجه الإمام النسائي في سننه وأبو داود وغيرهما بأسانيد لا مطعن فيها جاء سيدنا معاذ وقد فاتته ركعة خلف رسول الله فدخل في الصلاة مباشرة فلما سلم رسول الله أكمل معاذ الركعة التي فاتته فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد استن لكم أخوكم معاذ سنة حسنة فاتبعوه فيها ولم يقل له لقد ابتدعت أمرا لم أفعله أنا يا معاذ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن علينا أن نتمسك بالمنهج وأن نسير على الطريق بفهم واضح وببصيرة بينة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر